بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرفي المرسلين متابعي القناة أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد توزيع 30 ألف سكن عدل نهاية السنة أعلن المدير العام للوكلة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه فيصل زيتوني عن استكمال توزيع 30 ألف وحدة سكنية من سيغة البيع بالإيجار عدل نهاية السنة الجارية وأكد زيتوني في تصريح إعلامي على هامش حفل بد التسليم مفتيح 4605 وحدة سكنية من سيغة العدل لمكتتبي 2013 في ولاية البليدة الناء الوكالة وبالتنسيق مع مختلف ولاد الجمهورية ستعرض برنامج لتوسيع 30 ألف وحدة سكنية حيث ستكون بداية التوزيع انطلاقا من شهر ديسمبر وإلى غاية نهاية السنة الجارية حيث سيكون توزيع قرابة 30 ألف وحدة سكنية بسيغة عدل موزعة على عدد من الولايات وستكون كل من ولاية تيب بازا بحوالي 3000 وحدة سكنية معسكر بـ 1200 وحدة سكنية البليدة أكثر من 4600 وحدة سكنية الجزائر العاصمة قرابة 3000 وحدة سكنية تيارت 500 وحدة سكنية ستيف 2000 وحدة سكنية وهران توزيع 1400 وحدة سكنية عنابة توزيع 600 وحدة سكنية تيسم سيلة توزيع أكثرiman 250 وحدة بيجايا حوالي 500 وحدة سكنية أما تيزي و الزوه سيتم توزيع قرابة 700 وحدة سكنية ورجلة توزيع مئة وحدة سكنية ولاية بشعر تسليم حوالي مئة وحدة جيجل سيتم توزيع 700 وحدة بومردس توزيع 600 وحدة تيلمسان حوالي 1000 وحدة سكنية من سيغة عدل سقهراس 300 وحدة سكنية تبسة 400 وحدة سكنية سعيدة 200 وحدة سكنية المدية 100 وحدة سكنية هذه هي الولاية الحالية التي ستستفيد من التوزيع بداية من شهر ديسقوم نتمنى في الأخير أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم وإن شاء الله سيكون فيديو جديد عن السياغ الأخرى وجديدها في القريب الهاجل إلى اللقاء